مذكرة التفاهم المواقعة بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان المحاسبة الليبي تهدف إلى تنسيق مجهودات الطرفين في سبيل تطوير مبادرات للتعاون البناء إلى جانب التنصيص على التزام الطرفين بتعزيز التعاون التقني عبر تبادل آليات ومنهجية العمل المتماشية مع المعايير الدولية فكرة هذه المذكرة هي من فترة من عدة أشهر تنقشنا ووصلنا للصيغة النهية لليوم اعتمدناها واتبعنا فيها طبعا البروتوكول المتبع في بلدينا هذه المذكرة طبعا باعتبار نحن كأجهزة العلية للرقابة في ليبيا وفي المملكة المغربية نتبع المنظمة الدولية للأجهزة العلية للرقابة والمحاسبة الأنتوساي وعندنا مجموعة من المنظمات الإقليمية نتبعها كمنظمة الأفروساي والأربوساي المجموعة العربية وفي كلمة بالمناسبة أكدت السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن توقيع هذه المذكرة يأتي في خضم التحديات التي تواجه المؤسستين لسيما على الصعيد الاقتصادي والمالية العالمية إلى جانب استعراض التطورات التي همت طريقة عمل المجلس من حيث إعداد التقارير وتقديم التوصيات وتتبع تنفيذها وسيكون من أهداف مذكرة التفاهم المؤقعة أيضا تقوية القدرات المهنية والاستفادة من مناهج التدريب المعتمدة من الجانبين ترجمة نانسي قنقر